اشتركوا في القناة والمصابون الى مستشفى اليوم الواحد كما تم تحرير محضر بالواقعة وجرى اختار النيابة العامة التي تولت التحقيق قال نائب الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ان اجتماعا سيعقد غدا ويضم عددا من الاعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور واعضاء مبادرة الوساطة المطروحة لحل الازمة واشار الدكتور عبد المجيد وهو عضو في مبادرة الوساطة الى وجود خيارين لتجاوز الازمة اما اعادة تشكيل الجمعية من البداية او استبدال عدد من الاعضاء المنتمين للتيار الاسلامية ليحل محلهم ممثلون لتيارات اخرى في سياق متصل قال حزب الوفد ان الاجتماع الذي عقده اعضاء من المجلس العسكري مع عدد من ممثل الاحزاب الخميس الماضي لبحث ازمة تشكيل الجمعية التأسيسية انتهى الى الاتفاق على اعتبار وثيقتين الازهر والتحالف الديموقراطية مرجعية اساسية عند كتابة الدستور غير ان الحزب اشار الى ان موافقته على نتائج الاجتماع لا تعني العودة الى عضوية الجمعية التأسيسية التي اعلن انسحابه منها يعقد مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين والهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة اجتماعين منفصلين اليوم لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية والبحث في مدى امكانية الدفع بمرشح في هذه الانتخابات وقال فريد اسماعيل وكيل لجنة الامن القومي بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب ان جماعة الاخوان المسلمين لن تدفع بمرشح رئاسي في حال اقالة المجلس العسكري للحكومة الحالية كما طالب اسماعيل بحكومة مكتملة الصلاحيات وليست حكومة السكرتاريا على حد قولها تلقت وزارة الخارجية خطابا رسميا من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تطلب فيه اضافة اسم حازم صلاح ابو اسماعيل الى قائمة اسماء مرشح الرئاسة الذين طلبت اللجنة من الوزارة لاستعلام عما اذا كانوا يحملون هم او زوجاتهم او ابواهم جنسيات اخرى بخلاف الجنسية المصرية اعلنت حكومة شباب الثورة رفضها لاي تصالح مع رموز النظام السابق وخلال مؤتمر صحفي طالب علي عبدالعزيز رئيس حكومة الظل شباب الثورة مجلس الشعب بالغاء المرسوم بالقانون الخاص بالتصالح مع جرائم الاستيلاء على الاموال العامة امر الذي يدلل على وجود نية مبيتة وطواطئ واضح من حكومة الجنزوري والمجلس العسكري مع نظام المخلوع ورموزه من رجال الاعمال المفسدين بالرغم من عدم وجود اي سند قانوني او اقتصادي لهذه الخطوة الاجرامية والتي اتخذها قبل نعقاد مجلس الشعب بايام قليلة وخلصة دون ان يدري احد على نفس نهج نظام المخلوع ونحن نتساءل تصالح على ماذا على من ماتوا بالمستشفيات لعدم وجود علاج ام على ارواح الرضع الذين قتلوا لعدم وجود اجهزة طبية او حضانات او اجهزة تنفس صناعي بالمستشفيات ام على من قتلوا في البحر هاربين للخارج بعد ان قتلت احلامهم في هذا البلد ام على من انتحروا او قتلوا اطفالهم من الفقر ام على من باعوا كلاهم وقرنيات عيونهم واجزاء من اكبادهم لنيل بضعة الاف في الشأن نفسه قال الدكتور كمال الهلباو القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين ان غياب المحاسبة هو الذي سمح بصدور مثل هذا المرسوم الخاص بالتصالح مع جرائم الاستيلاء على الاموال العامة ووصف خلال مشاركته في مؤتمر حكومة الظل المرحلة الحالية في مصر بالمرحلة الصعبة دعا مؤتمر نظمته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم الى انشاء كيان قضائي للنظر في كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وجرائمها واكد المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات على ضرورة انشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات والاستفتاء يتم النص عليها في مشروع الدستور القادم للبلاد ويصدر قانون بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها على ان يكون لها مقر دائم بالقاهرة وافرع في المحافظات وان يكون لها جهاز اداري وفني ومالي مستقل عن باقي الجهات الحكومية تظاهر مئات من المعلمين امام مجلس الشعب للمطالبة برفع ميزانية التعليم وتطبيق كدر المعلمين وتعيين جميع المتعاقدين وصدور قانون من مجلس الشعب باعادة تكليف خريجي قلية التربية كما طالبوا بتغيير المناهج وتطهير الوزارة من خلول الحزب الوطني المنحل والغاء ادارتين لاتصال السياسي والامن بالوزارة كما شددوا على ضرورة تمثيل المعلمين للجنة التأسيسية للدستور اول حاجة بنية تشريعية جديدة في الدستور وقانون جديد غير القانون 139 من سنة 81 قانون جديد يد الصلاحية مش للوزير يد الصلاحية لمجلس اعلى للتعليم مستقل هو اللي يحط السياسة وهو اللي يحط التخطيط للتعليم ويشرف على التعليم ما يبقاش الموضوع كله في ايد التعليم في ايد الوزير الامر الثاني احنا عايزين نحارب الفساد من اول منظومة الوزارة ديوان الوزارة الى المدريات الى الادارات الى ادارة المدرسة الامر الثالث عايزين نشكل مجلس اعلى للتعليم يشارك فيه الدكتور زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور واسدزة وعلماء مصر عشان يضعوا تصورهم للتعليم في مصر بعد 30 سنة هيكون وضعه ازاي الامر الرابع احنا محتاجين ممثلين عن مليون ونص من المعلمين ممثلين عنهم في لجنة تأسية للدستور اصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد قرارا بعقد محاكمة المتهمين في احداث استادي بور سعيد بمقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة لدواع امنية كما حدد المستشار ايميل حبشي رئيس محكمة السئناف الاسماعيلية جلسة السابع عشر من ابريل المقبل موعدا لنظر الدعوة كانت النيابة قد وجهت الى المتهمين تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع صبق الاسرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه وقد تجمع عدد من اهالي المتهمين امام محكمة بور سعيد احتجاجا على نقل المحاكمة سنتعرف على مزيد من التفاصيل عن هذا الخبر في جولة اخبار المحافظات التي تأتيكم بعد قليل تمكنت الاجهزة الامنية بمدرية امن القاهرة من ضبط متهم جديد في واقعة احراق المجمع العلمية وقالت السلطات الامنية ان المتهم اعترف بالاشتراك مع اخرين في ادرام النار بالمجمع العلمية بتحريضا من احد الاشخاص مقابل خمسين جنيها وقالت انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم توفي اليوم الفنان سيد عبد الكريم عن عمر يناهز ستة وسبعين عاما بعد معاناة مع المرض ومن المقرر ان يتم تشهيع الجثمان اليوم من مسجد النور بالعباسية عمل الفنان الراحل استاذا بكلية الزراعة جامعة القاهرة قبل ان يتجه الى التمثيل كما حصل على دراسات عدة في فن الاخراج والسيناريو انتهى بذلك اعرض الانباء لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الانترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته كما نستقبل تعليقاتكم واسئلتكم على صفحتين على موقعي فيسبوك وتويتر شكرا لكم وإلى اللقاء وإلى اللقاء